اثنتان وستون نقطة هي حصيلة ثمانين وعشرين يوما من عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين بريف حلب آخر المناطق التي تم إعلان السيطرة عليها من قبل الجيش السوري الحر بدعم من القوات التركية شملت محاور متفرقة في ريف عفرين وهي قرى دورقة وجقل تحتاني ديوان فوقاني كري وشربل شديا حسن كالكاوي جلماء المعروفة بكرمش وبذلك تتمكن القوات المهاجمة من وصل محور راجو بمحور الشيخ حديد بعد أن استطاعت وصل مناطق سيطرة الثوار في محافظة إدلب بالمواقع التي سيطرت عليها بناحية جنديرز ومع ارتفاع الأصوات التي تدين العملية التركية وتتهمها بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين يأتي الإقرار من فم مقاتل في وحدات يبقي ليرد بذلك الإدانة على أصحابها ويثبت صحة ما تؤكده تركيا بأن غصن الزيتون تستهدف فقط المواقع والتحصينات العسكرية لوحدات الحماية الكردية وأنها تتخذ كافة التدابير لتجنيب المدنيين أي تأضرار أمر تجسده معاملة عناصر الجيش الحر لأهالي القرى التي سيطروا عليها في منطقة عفرين وفي تطور اللافت رفض نظام الأسد دخول قواته إلى منطقة عفرين لمساندة وحدات حماية الشعب الكردية ضد القوات التركية وفصائل الجيش الحر وبحسب ما أفادت قناة روسيا اليوم عن مصدر عسكري في قيادة قوات النظام أن دخولها عفرين يجب أن يسبقه تسليم وحدات الحماية جميع أسلحتها وهو ما رفضته وحدات يابيغي التي سبق أن طالبت النظام بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا ويرى مراقبون أن الشرط الذي وضعه النظام يعني تحويل وحدات الحماية الكردية إلى قوات الرذيفة تأتمر بأمر النظام وتتبع له بشكل مباشر وهو ما ترفضه الإدارة الذاتية التي تسعى إلى فرض نظام فيدرالي في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا شكرا